في إطار الاستعدادات لقمة الاتحاد الافريقي المقرر لنعقادها غدا وبعد غدا شارقت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجامعة الافريقية السفيرة سوها جندي عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع اللجنة الوزرية لمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي للتنمية 2063 واستعرضت السفيرة سوها الجندي خلال الاجتماع الجهود المصرية لتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063 مؤكدة حرص مصر على تضمين محاور الأجندة في رؤيتها الوطنية للتنمية 2030 وقد استعرضت السفيرة سوها جندي أيضا خلال الاجتماع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف 2063 بما يعزز من مكانة القارة الافريقية ويحقق الرخاء لشعوبها مشيرة إلى أن مصر بصفتها رئيسا للقمسة قدمت رؤية متكاملة لتعزيز تنفيذ محاور أجندة 2063